عنوان من جريدة الشروع بيقول السيسي تجربنا النجاحة متاحة للجميع للاستفادة منها في سياق الخبر شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على همية تمكين الشباب عبر إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في القيام بهذا الأمر لدفع الشباب لتولي وظائف عليا الرئيس في هذا الخبر من منتدى شباب العالم في شهر من الشيخ بتكلم على الشباب وضرور التولي وتمكين الشباب والحقيقة ده شفناه في الفترة الأخيرة شفنا نواب للمحافظين ونواب من سادة الوزراء نحن في صباح النور مبارح من شارم الشيخ كان معنا نائب محافظ بنسويف وفعلا بنلاقي شباب هم حتى القائمين على المؤتمر والمحركين الأساسيين للمؤتمر واللي بيقودوا كبار الزوار من وزراء أو صفر أو يعني شخصيات عامة كبيرة هم الشباب رأي حضرتك في هذا هو أولا يعني ما فيش تقدم حيحصل إلا بالشباب طبعا نبدأ أي خاصة أن الشباب في المرحلة الأولانية في مرحلة الشباب ما بيبقاش ليهم حساباته الكبار يعني ما بيبقاش ليهم مصالح بيدفع عنها لا بيبقى أهدفهم نقية زي ما بيقولوا يعني الهدف عام وهدف نقي فبيتكلم بيبقى بيدفع عنه ثانيا المسألة مش شباب فقط لكن هنا مسألة التدريب التدريب من خلال الأكاديمية اللي هي معمولة وكان قبل كده لو السادة المشاهدين يعني يفتكروا أن كان في منظمة الاتحاد الاشتراكي قبل كده اللي كانت أيام الصورة فكان الشباب في الجامعة صورة يوليا صورة يوليا صورة يوليا يعني بعد صورة يوليا أيقن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن لابد من تدريب الشباب فعمل منظمة الشباب وعمل منظمات كان بيخلي الشباب اللي في الجامعة ينخرطوا في هذا العمل بحيث يتم تسكفهم سياسيا بحيث لما يخرجوا للحياة يبدأوا يبقى عندهم معي هذه الأكاديمية تاكن اللي بيحكم مصر كلهم شباب تقريبا كلهم شباب هو الرئيس جمال عبد الناصر لما جاء كان شاب كان شاب تلاتينات وقام بالصورة وغير وجه مصر ومش مصر بس غير وجه المنطقة كلها وغير العالم التالي وبالتالي المهم هنا الأكاديمية يعني أنا أضرب الشباب يعني مش مشكلة أن هو يبقى شاب بس لا ده لازم أضربه لأنه أنت تلوقتي بقيت في عصر العلم مؤهل لابد أن هو يؤهل بعد كده لابد أن يكون بالإضافة لده معيار الكفاءة هو الفيصل في المسألة لأن في تولي آه مهم جدا أن الشباب يتولوا المناصب بحيث أنه بكرة يبقوا تدربوا على المسئولية لكن مهم أيضا أنه يبقى معيار الكفاءة هو الفيصل في المسألة سواء في اختيار الشباب أو في اختيار المسئولين أو في اختيار القيادات في كافة المجالات ويبقى هناك معايير واضحة ومحددة لاختيار هذه الكفاءات سواء كانوا محافظين سواء كانوا وزراء سواء كانوا رأساء هيئات رأساء تحرير أي مكان في الدولة لابد أن يكون معيار الكفاءة هو الفيس